يا صباح الفل وصباح السعد وصباح الحاجات الحلوة كلها على اخر لو اجمل متابعين عندي في القناة ايه دا يا امو فيلو؟ هو انت عندك فرح ولا عندك مناسبة ولا عندك ايه؟ صراحة انا معنديش اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي كلي ايه مو فيلو وما انت عاملين الحلتين الضخمة دول ايه فيهم؟ جواهم ايه؟ الحلتين دولة يا ست الكل انا عاملة فيهم رزب شعري الرز بشعرية أجمل وأحلى رز بشعرية وعملها بكميات كبيرة على أساس لو أي ستة أو أي واحدة كده عندها أي مناسبة وحابة تعمل رز كميات كبيرة بطريقة سهلة وبسيطة. هتتلاقوا طريقة عمل الرز بشعرية كميات كبيرة على القناة. هتدخلوا كده هتتلاقي الفيديو بتاع الرز دي هتتلاقي نفس الحلتين دولة برضو أنا عملهم ووريتك إزاي أنا بعمل كميات كبيرة بتطلع معايا الرزاية زي الفل والرز العادي المصر العادي بتاعني ولا بيطلع متكسر ولا بيطلع معجل وبيطلع الحبية بحبيتي وكمان الشعرية محمرة متوحدة وكمان الرز معايا مفلفل زي ما انتوا شايفين والحلتين كلهم كده يعني حجم كبير عمل فيهم كدية مفيلو والحلتين اللي انتوا شايفينهم دولة كل حل فيها ستة كيلو ستة كيلو وخمسة كيلو رز وعليهم كيلو شعري والحل التانية برضو فيها خمسة كيلو رز وعليها كيلو شعري فبالشكل دي عملنا أجمل وأحلى رزب شعري بتاع الكشري ده ست الكل عاملين كده يعني إحنا طالعين رحلة فالرحلة اللي إحنا بنتلحها دي بتطلع عشر عربيات مع بعضينا فطبعا عدد كبير من الأفراد فبنعمل وجبة فالوجبة دي اللي إحنا بنعمله بتبقى وجبة الكشري فكل واحدة في الرحلة أو كل خاتمة كده من الخدام بتكون بتعمل حاجة أو نوع من أنواع الكشري فأنا طبعا أنا متخصصة للرزب شعري بس أنا مش بعمل أي حاجة في الكشري غير الرزب شعري بس وطبعا باجيت الكشري بيعملوه أخوات الخدام الباجين اللي بيروحوا معاني تعالوا نبدأ الرحلة بتاعتني ونوريك يومني وقضنا إزاي وعملنا إيه في الرحلة بتاعتني أول حاجة كده معايا إن إحنا طلعنا على الكبري طبعا الكبري ده اللي إحنا رايحين بجاء على الأديرة اللي إحنا هنزورها إحنا متعودين يا جماعة كل مرة أو كل رحلة إن إحنا نروحها بنروح كده دير أو اثنين وبعد ما نزور بنطلع على الملاهي يعني الملاهي دي في سوهاج الجديد فبنروحها بصراحة عسل فأجينا المرة دي الرحلة اختلفت تماما فإحنا بدل ما بنروح ديرين بس لا إحنا زودنا في الأديرة يعني رحنا عدد كبير من الأديرة وزورناها وخضنا بركة الأديرة كلها طبعا وأنا على كد ما هقدر هوريك دير بس منهم أو ديرين أما باقي الأديرة بصراحة مش هقدر أوريها طب يوم فيله أول دير دا رحنا بصراحة كان دير ماري جيريس بصراحة كان عسل رحنا وببسطنا فيه دا الحوش بتاع الدير أما بصراحة ما قدرتش أصور جوة دير نفسه من جوة لأن كمية الأفراد اللي رايحة معاني كله جوة دير من جوة فأنا ما قدرتش بصراحة أصورها بسبب الستات والناس اللي كانت موجودة والبنات فما يفعش خاص أن أنا أصور ودايق حال فأنا طلعت كده في الحوش من بره فابتديت أن أنا أصور كده من مناظر الجميلة اللي أنتوا شفتوها أول حاجة كان نبير اللي أنا وراته لك ودول أولادي ربنا يخلهم لي يا رب أنا طالع عند الرحلة دا عشانهم هما دا المنظر العام للدير من بره طبعا ولادي فرحانين جدا وموسطين بالرحلة هما بيروحوا وبيبسطوا طبعا في الرحلة بتاعتنا دا بيعشاجوها كل سنة بنحب كده نطلحها بنروح فيها الأديرة وبعد كده بنروح الملاهي فبصراحة بنبقى موسطين جدا وسعدة جدا لأن بيبقى جو الرحلة كده حالو وعدد الأفراد بيبقى كتير فبيبقى منظر الرحلة جميل أنا كنت خلصت من الدير دي وروحنا دير واثنين وتلاتة تاني بس للأسف أنا ما قدرتش أن أنا أصور طب يقوموا فيه لونت ليه ما صورت الناش زي ما قلت لك يا حبيب جلبي عشان الناس اللي كانت جاعدة بصراحة ما قدرتش أن أنا أصور عشان كان فيه بنات كتير فما ينفع شي إن أنا أدايق حد في الرحلة فأنا على كد ما أنا قدرت ابتدت أن أنا أصور له طبعا شايفين منظر غروب كان حاجة كده جميلة جدا منظر غروب والمية والكبرك وإحنا راكبين على الكبر كده طالعين رايحين على الأنبى شنودي يعني إحنا كنا خلصنا الدير الآن وراتهولكم بتاع ماري جوريس وروحنا العذرة وروحنا الشهدي وتجريبا رحنا دير تاني وبعد كده دينا رايحين على دير الأنبى شنودي طبعا دير الأنبى شنودي أنا ما هصور لك برضو حاجات حلوة فيه بس برضو على كد ما هقدر هصور لي عشان برضو لإني زي ما أنتوا عارفين عيد الأنبى شنودي الأيام دي فطبعا الدير ناصب ففيه ناس كتير وفيه أفراد كتير وطبعا ومش هيقدر مش هنفع أصلا أنا أصور وسط الناس وديك حد هنا بقى كنا دخلين على الدخلة بتاعة الأنبى شنودي طبعا من جنبيا كده انتوا داخلي تتلاقي الخضرة والجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي دي الجمال بلادنا وحلاوة بلادنا يا جماعي اللي انتوا شايفينه دي حاجة كده عسل دي الدخلة بتاعة دير الأنبى شنودي طبعا العساكر والناس اللي بتخدم في الدير جاعدين على البوابات عشان خاضر طبعا مفيش مشاكل تحصل ولا حد يتعدى على حد فطبعا تبقى الجاعدة كده حلوة أنا زي ما قلت لكم الدير كان ناصب احنا رحنا آخر زوار فخلاص ابتدت الناس ان هي تفك الحاجة بتاعته وتمشي البيعين بتاعة الحلاوة وبتاعة الألعاب وبتاعة الحاجات دي كله كان ماشي ما كانش فيه حد جاعد غير الناس اللي هما بيعملوا الدق أو بيسموه الوشم هو الدق طبعا الناس دي بتدق اللي هي الدقة دي اللي تعمل صليب تعمل صورة صورة مرييرجي صورة العذرة اللي بحب يدق كده على الأدية يعني دي احنا الطلعة دي اللي احنا طلعينها طلعت القطعية ايه القطعية دي يومو فيه دي الطريق اللي بتمشي فيها العربية عشان تطلعنا فوق فوق الجبل فوق الجبل دي القطعية فالقطعية دي الست الكل عبارة عن المغارة بتاعة البابا شنودي المغارة بتاعة الأنبة شنودي طبعاً إحنا في ناس بتطلعها ماشي زي ما انتوا شايفين كده طبعاً دي ساعة الغروب فالناس كده في الشمس والجو كان هو وحلو فالناس ابتدت إن هي تطلع زي ما انت شايفي عدد كبير جداً طالع وبرغم إن هي متعبة جداً وعالية جداً لفوق لإن إحنا طالعين فوق الجبل في طريق للناس تمشي ماشيه وفي طريق إن العربية تمشي فيه الطريق اللي أنا ماشي فيه ديتي طبعاً أنا ركبة العربية أنا ما نزلتش من العربية هي طالع بينا فوق الجبل فالهوارك المغارة دلوقتي من بره شكلها عامل إيه ومن جوه شكل المغارة عامل إيه إحنا دلوقتي خلاص جربنا نطلع فوق الجبل مسافة كبيرة جدا عشان إحنا نطلع ونوصل فوق الجبل شايفينه برضو عاملين مكان عشان لو في ناس جاية ماشية يعني ماشية ماشية كده تطلع فوق السلاليم اللي انتوا شايفينه دي بيوديك فوق عند المغارة قادي باب المغارة مفوق شايفين منظر وجمال باب المغارة المغارة اللي أنا بوري هالك دي أو القطعية زي ما احنا بنسميه قلب الجبل يعني أنا كل حاجة هصور هالك دلوقتي هتكون جوه قلب الجبل بالفعل يعني المغارة دي محفورة جوه قلب الجبل هي بركة جدا كل الناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تاخد بركتي شايفين قادي المغارة من جوه طبعا زي ما أنا قلت لكم إن فيه ستات كتير فمش ينفع إن أنا أصور يعني صورت حاجات بسيطة كده لإني بيدي فيه ناس يعني كمية ناس كتيرة جدا فمعرفتش إن أنا أصور وأوريكي جمال وحلاوة الأماكن المقدسة دي أماكن جميلة جدا كلها بركة شايفين الأماكن دي محفورة جوه قلب الجبل بصراحة حاجة حلوة فيله طبعا مفسوطين الولاد وولادي كلهم وهم قادي بوبوس وقادي فليب وفيله فلمون وفادي مفسوطين جدا النهار ده هم ببسط وفعلا إحنا طلعنا كده الرحلة من أول النهار وقضينا اليوم كلهم ودي صورة العذرة الله يا عذرة تقف معهم يا رب وتباركهم يا رب وتحافظ عليهم خليلي أولادي ده فيله وده فيلمون طبعا دول أولادي الكبار ربنا يخليهم لي يا رب ما يحرمنيش منهم أبدا وقادي كمان المكان دي برضو جوه قلب المغارة بفعلا يعني كل البصور لك فيه دي جوه قلب المغارة عاملين المكان ده مكان حالو يعني المكان ده جميل بالفعل وسأنا هوريك دلوك مناظر الصور وفيه ناس كده بتحب كده لما تبص على الصور دي بترمي برضو فلوس باركة كده بترميها يعني باركة للديار فأطفال ستات أي حد بيرمي كده على كد ما بيقدر بيرمي يعني كل واحد الحسب مقدرته بيحط الفلوس دي في المكان دي طبعا المكان حالو جميل جدا شايفين عاملينه بمناظر حلوة الصور فيه الصور القدسين صور حلوة الناس كلها بتاخد باركة منه والمكان ده كمان فيه جزء تاني ده كله جوه قلب الجبل برضو شايفين ده المكان ده برضو إنها لما يكون فيه قداس فيه أي حاجة الناس بتقعد فيه والمكان ده بصراحة أنا مش عارفة هم بيعملوا فيه بس مكان كله صور القدسين الماري جيريس ماري مينا البابا كرولوس لمبا شنودي كل الصور القدسين محطوطة في المكان دي الناس بتيجي وبتاخد باركة ربنا يا رب بارك كل الناس يا رب ويحافظ على بيوتكم وعلى عيالكم ويبركلكم بيوتكم يا رب طبعا كنا هنا خلاص كده آخر الرحلي أنا كنت يروح يطلعنا الأنبا كراس فوق في الأنبا كراس بقى أنا صورت لكم وفوق دي المناظر بتاعت الأنبا كراس من تحت يعني دي كنيسة الأنبا كراس احنا طلعنا فوق الدور التالت فأنا بصور لك دي المناظر اللي تحت في الأنبا كراس شايفيني منظر حاجة كده عسل تحت بس ما عرفتش إن أنا أصور من تحت لإني كانت عدد الأفراد وعدد الناس كان كتير جدا وما ينفعش إن أنا أتعدى خصوصية أي حاج يا رب الفيديو كنا عجبكم النهاردة وكل رحلة تقوموا فيه كنا عجبتكم تنسوش كده اللايك والشير وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد